اعلم بيكو في الكوان ايه? فيا الله بينا نبدأ باول سؤال. هل كل البوكوليات مع الرز تصبح كاملة الاحماض الامينية? مبداية ما بحبش حد يقول لي كابتن على فكرة بجد يعني انا في نسبة مرة انا عندهم خمس سنين بيقولوا لا احمد عادي. فما ما حدش يقول لي كابتن تمام? اه فبنسبة للبوكول مع الرز هل هيبقى احماض امينية كاملة? هيكون اه احماض امينية كاملة. يعني هيكون فيها نفس الاحماض الامينية الاساسية. ولكن مش هتكون واحد على عشرة من الفوائد اللي موجودة في اللحمة. ليه? لان انت مش بس بتبص على الاحماض الامينية. انت بتبص على حاجات حاجات تانية في اللحمة زي الكرياتين زي الكارنيتين زي الكارنوسين. دي بتبقى مركبات مش هتلاقيها في الاكل النباتي. فالموضوع مش بس امينو اسد او مش موضوع بس احماض امينية. لانت محتاج المركبات التانية دي كمان. غير كده برضو ما تنساش ان انت لما بتاخد الاتنين مع بعض فكمية الكاربوهيدرات هتكون كتيرة جدا. يعني انت بالنسبة للبقول. البقول اللي بيبقى فيها بروتين اعلى شوية. ولكن النشويات اللي فيها او الكاربوهيدرات اللي فيها بتكون مازالت اعلى من البروتين. فلما تجي تجمع الاتنين مع بعض هتلاقي ان محتوى الكاربوهيدرات هيكون عالي جدا. في ناس جسمها بيستحمل الكاربوهيدرات دي. وفي ناس جسمها بيستحملش الكاربويدرات دي. فمش هي احسن طريقة تاخد بها احتراج البروتين بتاعك. وعندنا سؤال تاني لو تأكل اكتر من ثلاث واجبات يرفع مقاومة الانسولين. شلون اكل مشكلة مقاومة الانسولين لكن مش فاهم بقى مش عارفها قرب هالجملة. لكن انا انا فهمت من السؤال ان الاكل الكتير او الوجبات المتعددة ده بيرفع اه نسبة مقاومة الانسولين. الكلام دوات صح. الكلام دوات صح. فالناس اللي عندها مقاومة الناس اللي عندها زيادة في الوزن. وما بتخصش بسرعة او ما بتخصش بسهولة. انا ما ببقى انصحاش ان هو ياكل اربع او ست واجبات في اليوم خالص. انا ما تصح ان هو يقل العدد الوجبات بتاعته. اه على العكس الناس التانية اللي هي عايزة وزنها يزيد. لو انت وزنك مش قابل للزيادة فانت اكيد ما عندكش مقاومة الانسولين. فانت ساعتها ممكن تاكل واجبات كتير. يعني الناس الرفيعة. الناس اللي عايزة وزنها يزيد. الناس اللي عايزة تعمل وهم اصلا رفيعين بطبيعتهم. فدول ممكن ياكلوا واجبات كتيرة وممكن يكتروا الكاربوهايدرات زي ما قلنا. مش هنعرف نطبقه على الناس كلها. كل واحد دي ظروفه الخاصة. عندنا سؤال تاني. ايه الافضل ان انا اطمرن الجسم كله في يوم طول الاسبوع? ولا قسمهم اللي اتنين في يوم لمدة اسبوع? انا هقولك على نصيحة هتنفع اي حد محتار يقسم التمرين بتاعه ازاي? اي طريقة هتعمل بها سبلت او هتقسم بها التمرين بتاعك هتنفع. لو هتعمل كل عضلة في يوم فده مش غلط. لو بتعمل نص الجسم مثلا ايه يوم الجسم العلوي يوم الجسم السفلي فده مش غلط. لو بتعمل فدوت برضو مش غلط. كل الطرق دي بتنفع. تمام? المكياس بتاعك هي انا النهاردة شلت مثلا بتاعي. عملت مثلا ميت كيلو خمس عدات. هل الاسبوع الجاي هعرف اعمل بنفس الوزن دوت ستة عدات? او هعرف اعمل نفس العدات ديت بس مثلا باتنين في المية زيادة? يعني بدل ميت كيلو. اعملوا بوزن مية واتنين كيلو. لو الاجابة صح يبقى انت الجدول بتاعك صح. لو الاجابة غلط يبقى انت محتاج فترة راحة اطول. بين حصة البنش ديت وحصة البنش اللي جاية. فدية طبعا طرق مختلفة كلهم صح. لو هيسمحولك ان انت تغلب او تزود الوزن عن الحصة اللي فاتت. فلو هتغلب الحصة اللي فاتت انت كده ماشي صح. لو لسه مش عارف تزود يبقى انت محتاج فترة راحة اطول. او انت محتاج ان انت تغير تقسيمة البرنامج بتاعك. ده المسؤال ده كان جاي لنا على الايميل عايز مكملات تساعد في خفض اليوريك اسد. اه وعايزة تكون في دبي. وعمون لو اي حتة في الوطن العربي سواء دبي او غيره. انا برضو بما اني عايش في الامارات برضو ما بجيبش المكملات بتاعتي من اي محل. انا بجيب المكملات بتاعتي من اه اي هيرب. ده ارخص واحد اسرع واحد. ارخص بكتير جدا من المكملات اللي انا اجابها من محل. بالنسبة لمكملات اليوريك اسد. فانت محتاج بوتاسيام ومحتاج ماجنيزيام. واحسن نوع بوتاسيام وماجنيزيام هيكون كويس لليوريك اسد هو اسمهم سيتريت. ده هيساعدك كتير للتخلص من النقرس او التخلص من اليوريك اسد. وبرضو هحط الفيديو اللي انا عملته على النقرس رابط بتاعه في الشرح هيكون فيه كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها. عندنا سؤال عن الموضوع التسدي ازاي قال الاستروجين وقال من التسدي واعمل ايه المكملات اللي ممكن اخدها وما يكونش ليها ضرر وكمان هي الحاجات الطبعية بردو. احسن ما فيش فرق بين المكملات والحاجات الطبعية هي المكملات بتبقى مشتقة من الحاجات الطبعية. فما خلصش بين الاتنين. يعني كل المكملات اللي بتتكلم عليها ازاي الاشواجن دة او زي الناتل او زيها الحاجات دي هي تلاياها بنسبة للاستروجين. فهي قارادي عشاب واخدين المستخرج بتاعها وعملينه في حبوب. مش فرقة لو انت اخدتها من حبوب. مش فرقة لو انت اخدتها من عشاب. الاتنين هيكونوا واحد. مفيش حاجة هيكون فيها ميزة عن التانية. فالاتنين طبيعي. الاتنين ما الهمش ضرر. وحد بيقول عمري سبعتاشر سنة وحايا ببأبدأ اطمرا. ايه افضل نوع من التمارين تنصحني ابدأ به. افضل نوع تمارين تبدأ به هو نوع اللي انت بتحبه. بكل بساطة. بتحب تعمل كاليثينيكس? ابدأ كاليثينيكس. بتحب تعمل جيم. تمام ده ايه الحاجات اللي انا بدأت بيها. اه على حسب الحاجة اللي انت بتفضلها. الحاجة اللي انت هتعرف تنتظم عليها. اكتر حاجة هتشجعك ان انت تستمر. فدية هتبقى انسب نوع رياضة لك. عندنا حد تاني بيسأل على نظام الكيتو دايت بنسبة لعب كمال الاجسام. هل هو مناسبة يؤدي لخسارة الكتلة العضلية? وكامل فترة زمنية اللي ممكن يستمر عليها. عشان جاء بالسؤال دوت اي نوع دايت في الدنيا. بيكون ممكن مناسب لحد وما بيكونش مناسب لحد تاني. كلنا الجينات بتاعتنا مختلفة. تكويننا الجسماني بيكون مختلف. رد فعل جسمنا للدهون او ده الكاربويدرات او للبروتين بيكون مختلف من الشخص للتاني. فانا اعرف ناس بادي بيلدرز بيعملوا كيتو دايت. المص الماس عندهم او الكتلة العضلية عندهم. ما شاء الله حلوة جدا. مفيش اي خسارة عضلات حصلت لهم. بالعكس في ناس بانت عضلات اكتر من الكيتو دايت. وفي ناس حصل لها العكس. خسارة عضلات لما عملت كيتو دايت. فديت حاجة انا مقدرش خالص ان انا اقول لك الاجابة النهائية بتاعتها. انت لازم تجرب بنفسك. ولكن برضو نصيحة لما تعمل الكيتو دايت. الكيتو دايت بياخد فترة علشان يشتغل معك. يعني اه وارد جدا ان انت اول اسبوعين او اول شهر. تلاقي العضلات بتاعتك نزلت. تلاقي الاداء بتاعتك نزل شوية. ده بي بحاجة واردة جدا. لغاية ما جسمك يبتدي ان هو يغير البنزين بتاعه من السكر او الجلوكوز للدهون. ويخش في مرحلة او في مود الكيتوزز. ان هو بيحرق دهون بدل الجلوكوز. فدوا طبعا بياخد وقت. ما تفتكرش ان هو هيحصل في يوم او في اسبوع. هياخد وقت شوية. فلازم ان انت تكون اه تدي له فرصة ان هو يعمل السويتش او التحويل دوت. اه حاجة تانية برضو مهمة هنبهكو عليها للناس اللي هتعمل كيتو ساعات بتعمل وتلاقي ان انت خسرت عضلات. اه مش دايما الموضوع دوت بيبقى صح. لانت بتبقى خسرت مية. والانبادي مش بيفرق بين المية وبين العضلات بطريقة دقيقة. نسبة كبيرة جدا من العضلات بتكون مية. فممكن تبقى الالياف العضلية والكتلة العضلية بتاعتك ما صغرتش. ولكن انت بما ان جسمك خسر مية اكتر فالنتيجة اللي هتظهر لك على الورقة بتاعت الانبادي ان انت خسرت كتلة عضلية اكتر ولكن فعليا الموضوع محصلش. فداية حاجة برضو خلي بالكو منها يعني انت تحكم خسرت عضلات ولا لا. اه حاجة احطها في الاعتبار. هل البطاطة افضل من الشفان كمصدر للكارب? في الرأي صراحة اه هي افضل بكتير من الشفان كمصدر للكارب. ما بحبش الحبوب قوي. الشفان طبعا هو نوع من انواع الحبوب زي الامح زي الحاجات دي ولكن ولكن عشان برضو الواحد يقول الحق هو افضل بكتير جدا من الامح افضل بكتير جدا من المخبوزات او الحاجات دي فده هيكون صحي كتير جدا ولكن البطاطة من ناحية البوتاسيوم من ناحية فيتامين الف من ناحية فيتامينات كتير وعنصر غذائية كتير هتكون احسن بكتير من الشفان. فانا لو هختار بين الاتنين هختار البطاطة. وانتظرونا برضو ان انا هعمل فيديو مخصوص عن الشفان قريب. ايه افضل نوع للشفان ممكن تجيبه الفوائد القدمين اللي ياكل شفان مني اللي كتير جدا فان شاء الله يعني ايه هجاوب على الهاري ده كله في فيديو مخصوص للشفان. فشغل جرس تنبيهات عشان لما الفيديو ده ينزل. مشكلة زبدة الفول السوداني. مشكلة الفول السوداني هو فيه مشاكل كتير بصراحة. اول حاجة في حاجة اسمها لاكتنس. بتي اناس كتير في الوطن العربية اصلا ما سمعتش عنها. ممكن ما بحضر الله فيديو بعدين. الفول السوداني من اكتر الحاجات اللي فيها ديت. الفول السوداني في حاجة اسمها ده بيسحب المعادن من الجسم. اه معظمه بيكون جي ام او او معدل ورصيا في محتوى لاكتنسة محتوى الفيتك اسد ومحتوى الحاجات ديت بيكون عالي قوي. محتوى برضو الاميجا سيكس اللي بيكون فيه بيكون عالي جدا جدا. انت مفروض بتعمل ابتزان بين الاميجا سيكس والاميجا ثري. اه ومفروض ان الاميجا ثري د تكون قد الاميجا سيكس شوية ولكن الفول السوداني فيه بتكون في السماء بتكون عالي قوي فبيبوز لك الريشيو ديت مش لازم تمنعه بنسبة 100% ولكن ما يكونش حاجة انت بتستعمالها كل يوم يعني ده في رأيي بصراحة حاول ان انت تقلل استعمالك منه شوية ما يكونش جزء اساسي من الضيط بتاعك ولكن عادي مش حرام ان انت تستعملها مش تخش النار لو استعملته عادي يعني ممكن تأكل كل فين وفين بس ما يكونش جزء اساسي من الضيط بتاعك شكرا ليكو شكرا لكل حد بعت لنا سؤال ما تسوش تعملون نفولو على الانستجرام ده الانستجرام بتاعي الشخصي ده الانستجرام بتاع القناة ما تساش تتفعل جرس التنبيهات تعمل سبسكرايب الحاجات الهالي ده كل اللي بنتكلم عليه ونشوفكوه في الفيديو اللي بعده اللي عايز متابعة بخصوص تمرين مش عارف يبدأ ازاي فهيلاقي رابط في الشرح ممكن يعمل معنا اونلاين ترينج لو حد عايز برنامج ممكن يتنفس في الجيم فالرابط برضو في الشرح لو حد ما عنده الجيم وعايز تمرين في البيت فهيلاقي رابط البرنامج برضو في الشرح